السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير معكم أخوكم أيوب من قناة الطبيعة والبادية من خلال هذا الفيديو سنتعلم طريقة زراعة أشجار البابايا أو الباباظ وذلك من خلال البذور يمكن الحصول على بذور البابايا بإحضار حبة بابايا من السوق ونقوم باستخراج البذور الموجودة داخلها هذا شكل بذورها ونقوم بغسلها بالماء ونقوم بإحضار منديل مثل هذا بحيث يكون قادر على الاحتفاظ بالماء ونقوم بوضع البذور داخله بهذا الشكل ونقوم بتبليله قليلا ونحتفظ به في مكان ظل وبعد مرور أسبوعين ستنبت هذه البذور وسيكون بإمكاننا نقلها إلى التربة بالنسبة لمعاد الزراعة فيمكننا زراعة البابايا في فصل الصيف والخريب حتى نهاية الشهر العاشر نأخذ سطل صغير ونقوم بملئه بالتربة بالنسبة لنوع التربة فشجرة البابايا محبة للتربة الرملية والطينية فيمكن عمل مزيج من الاثنين نضيف القليل من السماد العضوي لمن لا يعرف أسماد العضوي فهو مخلفات الأبقار والأغنام والماعز الماشية والطيور بشكل عام نقوم بإدخال البذور في التربة من مقدار سنتيمترين يمكن زراعة بدرة إلى خمس بدرات في كل سطل مثل هذا نسقي التربة بشكل طفيف ونضعها في مكان ظل يصله ضوء الشمس وبعد مرور شهر تقريبا ستصبح بهذا الشكل ويمكننا نقلها إلى سطل أكبر من الأفضل زراعة أكثر من شجرة واحدة لأنها تحتاج إلى أشجار ذكور وأشجار إينات حتى يتم التلقيح فلكل خمس شجرات إينات يجب أن يكون هناك واحدة ذكر وبالنسبة للتسميد فيمكننا أن نضع كمية من السماد في عزي البرد أي في شهر دجنبر وشهر يناير بما أنها نبتة استوائية فهي محبة للجو الحار والرطب ويمكننا معالجة برودة شهر دجنبر وشهر يناير وذلك بوضع كمية من السماد العضوي المخمر كما قلنا فالسماد العضوي هو مخلفات الأبقار والأغنام والماعز نقوم بتخميره أي وضعه في الماء ليوم أي يومين ونقوم بالتسميد ما بالنسبة للري فنقوم بالري حسب جفاف التربة بحيث يجب المحافظة على رطوبة التربة في فصل الصيف يمكن أن نسقيها مرتين في الأسبوع أما في الشتاء يمكن كل عشرة أيام مرة تحدثنا في هذا الفيديو عن طريقة زراعة البابايا والتسميد والثقايا أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معي ولو بمعلومة واحدة كما أتمنى منكم الاشتراك في القناة كنوع من الدعم كان معكم أخوك ميو من قناة الطبيعة والبادية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة